فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله في تصنيف تلك الشروط ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى هذا هو النوع الثالث من أنواع الشروط عمر رضي الله أو الرابع أو هو الرابع المهم أن المراد به منع إعزازهم وإكرامهم لا ظلمهم كما سبق ما هو المقصود أننا نهينهم بمعنى نظلمهم ونعتدي عليهم لا المقصود أننا لا نكرمهم ولا نعزهم وقد أذلهم الله لكن نعطيهم حقوقهم الواجبة لهم ولا نعتدي عليهم في حق أو نمنعهم من حق لهم هذا لا يجوز نعم قال رحمه الله ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة ومن المعلوم بعد ذكر ما يعود بترك إكرامهم وألزامهم الصغار قال ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل نعم هم يفرحون إذا رأوا المسلمين يستقدمون عادات الكفار وتقاليدهم وأشد من ذلك أن يستعملوا أعيادهم فيرسمونها في دولتهم ويأمرون بها في دولتهم الكفار يفرحون بهذا لأن في هذا ثناء على دينهم ومدحا لهم وفيه إذلال للإسلام الذي هم يحرصون على إذلاله وعلى إهانته فهؤلاء المسلمون أو المستماسلمون على المعنى الأصح الذين يعملون هذه الأعمال إنما يكرمون الكفار نعم وينصرون دين الكفار من حيث لا يشعرون قد لا يكونون متعمدين أو لا يكونون قد فطنوا لهذا الشيء لكن هذا خطأ فاحش وإلا لو تعمدوا هذا الشيء فإن هذا كفر إن هذا يكون كفر بالله عز وجل فالكفار يسرون كل ما رأونا مفرطين في ديننا ومتساهلين فيه ويسرون إذا أخذنا حاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم وشعاراتهم اتخذناها فيما بيننا يفرحون بذلك لأمرين أولا أن هذا فيه إعزاز لدينهم وثانيا أن هذا فيه إهانة للإسلام وآداب الإسلام